موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم ايمن شوي من كناة ترولي في الاخير وان شاء الله في الفيديو ده عرفكم ازاي تتحكمه في جهاز الكمبيوتر او اللابتوب من خلال عينيك ده البرنامج اللي هنستخدمه ومن خلاله هنتحكم في جهاز الكمبيوتر من خلال عينيك تعال ان شغل البرنامج واريجو ازاي هتحكم في جهاز الكمبيوتر او اللابتوب من خلال كاميرا بتاعت الكمبيوتر او الكاميرا بتاعت اللابتوب بكل صورة وابدخو ازاي يتnikuchen اعدادات البرنامج طبعا عنال البرنامج ده وهي مميزات جميلة جدا ومن المميزات دي لو واحد مش قادر يتحرك او عنده مشكلة في ايديه ومش عارف يستخدم الجهاز الكمبيوتر او اللابتوب تقدر متألته يستقيم الكمبيوتر من خلال عينيه. من خلال عينيه يقدر يحرك الموز بتاع الكمبيوتر ويقدر يتحكم فيه جهاز الكمبيوتر او اللاب توب ويشغل الحاجات اللي هو عايزة ويقدر يطلع عملها بسهولة. ده البرنامج اللي هنستخدمه هنبدأ بقى انشغله عشان نوريكم ازاي تستخدموه. طبعا في الاخر فيديو كده بعد ما تفرج الفيديو وشوف ازاي تستخدموه. تقدر تحمل البرنامج من خلال الرابط اللي هسيبه لكم اصفل الفيديو. عشان تقدر تحمل البرنامج وتستطيعوه عندك على الجهاز بتاعي. هنشغل البرنامج هتجي لك الرسالة دي اول ما تشغل البرنامج هتدوس اوكي. لو مش عايز تشوف الرسالة دي هتضغط على العلامة الصحي دي ودوس اوكي عشان ما تيجي تشغل البرنامج ما تظهر لكش الرسالة دي. تانية حاجة ده البرنامج خلاص كده اشتغل زي ما انت شايف. آآ ده البرنامج كده وهم شغل الكاميرا اي قدامك. هتضغط اول حاجة على اللي قدامك دي. هنضغط على طبعا تقدر تتحكم في البرنامج لازم تضبط الحاجات اللي انا اقول لك على دي. عشان تشغل البرنامج ما يحصلش معك اي مشكلة. ويبقى شغل معك تمام. اول حاجة هنعملها اللي هي قدامك دي. هنضغط عليها. بعد اكده يفعل معنا بيفعل معنا البرنامج. آآ هنا بيقول لك ان لو انت عايز تسمع صوت الكليكات. آآ وهو بيضغط كليك البرنامج. فدي انا مش عايزك تعملها. آآ دي عشان تفعل ويقراء الكليك فانت تفعلهم. آآ وما هقول لك ازاي كما تستخدمهم وانت بتستغل وانت بتشغل بالبرنامج. هنا هتلاقي و هتلاقي حاجات تانية. طبعا بيش هتهمنا دلوقتي او مش ضرورية. آآ دي آآ من خمق من واحد لغاية خمسة. دي تقدر تختار خمس اماكن في وشك تقدر تتحكم فيها من عن طريق آآ الكاميرا. يعني مسلا آآ عناية الاتنين مسلا مراهية آآ دماجي. بق ايه تقدر تختار خمس اماكن انت عايزهم في وش الشخص ان انت عايز تتحكم في الجهاز الكمبيوتر او اللابتوب من عن طريق وش ده لو عنده اعاقة في ايديه. آآ تقدر تختار خمس اماكن. آآ اول حاجة احنا خلاص فعالنا هنا. تمام? هنجي بقى هنضغط على اوكي. هنيجي بقى انك تفعل البرنامج عن طريق عنك. هتضغط على عنك هنا او هنا شوف انت عايز تتحكم في جهاز الكمبيوتر او اللابتوب من عن طريق انواعين. فتقدر تختار العين انت عايزة انا اختار اليمين. دي اليمين هتلاحظ او ان هو بدأ يتحرك معي. الماوز بص انا ده ايه تمام. بيقدر يحرك الماوز يمين. هصغر الشاشة. بتدوس على دي. كده صغر الشاشة قدامي. تمام? اه لو عايزة اضغط يمين مسلا بتدوس على الار دي الرايت اللي احنا فعلناها. كده ده هو بيهو بيضغط الواحده طبعا. واقف كده على الشاشة. كده واحدد الحاجة اللي انا عايزة. اقف على شوية. يا حدد ده. هضغط على ازيز بسي. تمام? هو كده اه الماوز الشغال اطلع فوق انزل تحت. زي ما انت شايف انا مش بتحكم بيديها خالص. تقدر تتحكم من عن طريق يعنيك. اه تضغط لو عايز تضغط من هنا وتدوس على اي حاجة. طب على شوية. هيتضغط معك. ولو قفت على مسلا يقدر يعمل معك اه تحدد مسلا اي حاجة مسلا. اه فيديو. تمام? يقدر يخش او حتى لو ما دسش على هو اصلا هيدوس دابل اه كليك عليها ويفتحها لك الواحده هو. هو بيتحكم فيها الواحده. تمام? هطلع خالص. تمام? ده البرنامج بكل سهونا نكبر الشاشة. كده كبرناها دلوقتي لو اتحركنا الماوز كده لغاية الحتة بتاعة كنترول. كده انا بتحرك كده بالماوز العادي بتاع اللابتوب. ممكن اعمل ايدي كده ودوس على اه اعمل العلامة على ايدي. تمام? كده خلاص اتحكم من عن طريق ايدي كده بيتحرك طلع فوق انزل تحت يمين شمال كده قدرت اتحكم من عن طريق ايدي دي حاجة ادفاء بس هو اصلا البرنامج ده معمول عشان خاطر العين مش عشان خاطر ايدي. اه تقدر تحرك الموز اللي موجود في اللابتوب او الكمبيوتر تحرك يمين تقدر تلقي الموضوع ده كده خلاص كده انا ما جيت. طبعا عساب بكم رابط البرنامج اصف الفيديو عشان تقدروا تحملوه. ده البرنامج بكل بساطة. وده الطريقة بتاعته. طبعا مميزاته جميلة جدا. لو عندك اصف صور اكتب لي في تعليق اصف الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس التنبيه عشان تشوف فيديوهاتي اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة وبركاته. اشتركوا في القناة وبركاته. اشتركوا في القناة وبركاته. اشتركوا في القناة وبركاته.